لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما أصدرت السلطة الفلسطينية مراسيم رئاسية بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة وذلك على ثلاث مراحل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل على أن يعقبها الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل المرسوم الرئاسي نص كذلك على أن تكون نتائج انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 من أغسطس وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية جاء ذلك عقب استقبال عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حن ناصر في مقر الرئاسة بمدينة رامالله ومن المقرر أن تطلق حملة انتخابية في جميع المحافظات بما فيها القدس والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية قد جرت في يناير عام 2005 أما التشريعية فكانت عام 2006 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر